جورلز انا هقولكو عن اسرار اللي مفيش واحدة عايزة تقولها عشان مفيش واحدة عايزة تبقى واحدة تانية احلى منها قببتي لو عايزة تبقى زي الامر زي كده لازم تعملي الحاجات اللي هقولك عليها وتستخدمي المنتجات اللي انا بستخدمها وطبعا ما يغركيش الميكاب اللي انا حطانه حطا كده تفاريحي مغزي العين وكده انت عارفة الحاجات دي بتتنظروا وبتتحسد عشان داري العين فهمها لان انا اصلا على طبيعتي احلى بكتير فالحاجات بقى اللي انا بعملها عشان ابقى حلوة انا اقولك عليها النهاردة بكل التركات والحركات بصي بقى طبعا لازم يوميا تحطي فال ميكاب دي حاجة كلنا متفقين عليها كمان لازم تصرفي فلوسك في المكان الصحب هاتيلك 3-4-5 كده غسول بدلي ما بينهم كده عشان بشرتك تنور من الاشراق واكيد عالصبح مش عايزيني يبقى شكلنا باهة وشاحب كده زي الزومبي فلازم تجيبي بقى 5-6 من انواع السيرام المختلفة ايش يبقى هيليرونيك أسد فيتامين سينيس نمائي كل الحاجات اللي بتسمعيها اللي طالع اليومين دول هاتيهم واهام حاجة بقى من ده كله البشرة العطشانة دي نسقيها مرتبات ترتيب 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 تعالوا نتكلم ايه الحاجات اللي احنا فعلا محتاجينها وايه الحاجات اللي ممكن احنا نستغنى عنها مبدئين كده لو انت بشرتك مفهاش مشاكل كبيرة خاصة ان اصحاب البشرة الدونية هم اللي بيعانوا فعلا لو بشرتك مفهاش حبوب لو بشرتك مفهاش مسام واسعة يعني بشرتك مثلا جفة عادية انت مش محتاجة غير هو غسول واحد بسار عادي جدا عشان بس ما تستخدميه الصابون يكون بينطف البشرة من غير ما ينشفها مش اكتر من كده النمو اصحاب البشرة بقى الدونية اللي طول الوقت البشرة عملا تفرز في زيوت ودهول وتبقى عرقانة ويبقى فيها حبوب وتبقى الحبوب مع عباية وحبوب فوق الجلد وحبوب تحت الجلد دول اللي فعلا بيبقوا محتاجين غسول معين يبقى داخل فيه مواد معينة عشان ينظف البشرة كويس من غير ما ينشفها وفي نفس الوقت يكون بيشتغل على الحبوب والحاجات دي لكن لو انت بشرة عادية مش محتاجة ان انت تدفعي فلوس قوي في الغسول لانه في النهاية حاجة ما بتبقاش اصلا على البشرة احنا بندفع فلوس في الحاجات اللي بتفضل على البشرة فترة طويلة انما انت ماكسما هتتخدمي الغسول قدقية يعني على بشرتك دقيقة بالعدد وهيبقى خلص شغله وخلاص وهتغسليه هيتقى اي نوع غسول يبقى لطيف كده على البشرة ينظفها من غير ما ينشرها نفس الكلام ينطبق على التونر انت مش محتاجة يكون عندك تونر وعلى طول وتدخليه في السكين كاروتين بتاعك خالص لو انت ما عندكش مشكلة زي الحبوب زي المسامل واسعة زي ان بشرتك اصلا فيها مشكلة محتاجة التونر ده عشان يشتغل عليها حبيبتي ما تجيبيش تونر اصلا وانا هقولك دلوات ايه الحاجات اللي انت فعلا محتاجاها لكن التونر ده يعتبر من الخطوات اللي هي الطرفهية شوية لو انت بشرتك مفهاش مشاكل قوي السيروم سيروم بالهايلرونيك اسد سيروم مش عارفة بايه سيفك بالكلام ده كله لو بشرتك مفهاش مشكلة انت عايزة تشتغلي على المشكلة دي تحديدا ما تجيبيش سيروم اصلا يعني لو اتكلمنا مثلا عن سيروم دي فيتامين سي ده حاجة بتشتغل على اكسادة البشرة لو انت كل ما تحط حاجة على بشرتك تنزل الشارع تلاقي بشرتك غمقت كده لو انت ما عنديكش اثار حبوب عايزة تشتغلي عليها لانه فيتامين سي من الحاجات اللي برضو بتحسن من مظهر البشرة وبتديها نظارة وبتشتغل على اثار الحبوب ان هي تفتحها لو انت لسه سنك صغير مفيش ولا تجاعد ولا خطوط تعبيرية ولا في الكلام ده خالص مش محتاجة للسيروم السيروم اصلا عاملينه عشان يشتغل على البشرة على مشاكل البشرة بمعنى اصح يعني مثلا واحدة جايبة سيروم عشان ده شغل على الحبوب واحدة جايبة سيروم عشان هي بشرتك على طول جفة وبتقشر وكده فبتجيب سيروم عشان يعلي معها من فعالية الكريم المراتب بنجيب السيروم عشان مهمة محددة فما تجيش انت تروح تدفعي قلوفات في سيروم يقولك فيه مش عارفة م من المادة كذى ومن المادة كذا لو مكانش السيروم مركز بمواد معينة مش هيعمل اي حاجة لبشرة عش segه عليته بالضبط ولانه السيروم اصلا بيبقى مثلا ايه السيروم الهايلورونك اسد بيبقى اعلى نسبه في ايها الهايلورونك اسد ف chemíst while it works afternoon أو حاجة معينة في البشرة إنما أنواع السيروم الغالية أو اللي بيكون جمعين فيها مواد كتير في النهاية ما بتاخدش منها استفادة زي أنواع السيروم اللي بتبقى مركزة عشان تبتدخل في البشرة تشتغل على مشكلة معينة وبتحتاجيها يعني سل كبير شوية مش وانت لسه صغيرة ومش بحتاج عشان تعمل بشرتك روتين كده محترم إن انت تجيبي منتجات غالية قوي الفكرة مش في المنتجات الغالية قوي الفكرة في الاستمرارية يعني أنا لو جبت مثلا كريم مرتب بـ 4000 جنيه لو أنا ما استخدمتهش كل يوم مش هيديني أي تأثير ولا كأني دفعت كأني رميت فلوسها على الأرض لكن لو أنا جبته مرتب مثلا بـ 50 أو 100 جنيه واستمرت عليه كل يوم هشوف منه مع الاستمرارية دي النتيجة اللي أنا عايزيها فما ندفعش فلوس والوفات في حاجات في النهاية مش هتدينا تأثير لو إحنا جبنا نفس الحاجات دي البدايل بتاعتها بس أرخص كتير وقدرنا إن إحنا نقررها ونستمر عليها أنا ممكن أجيب دلوقتي التونر دا بـ 5000 جنيه وما أقررهوش تاني ما قادرش نجيبه تاني مش أقدر كل شهر أدفع 5000 جنيه فيبقى زي وزي قلته لأ أنا أجيب تونر يبقى بـ 200 جنيه بس أقدر إن أنا أقرره على طول فياخد منه الفايدات بتاعته وطبع أنا هنا بيتكلمش عن التونر أنا بتكلم عن الحاجات الأساسية اللي أنا دلوقتي حال ما أقولك عليها كمان مش محتاجة لفونديشن يومي أو ميقب يومي يعني أكتر حاجة بحيث إنه إيه ده إيه ده فيه إيه إيه اللي بيحصل لما لايه حد بيقول إيه فونديشن يومي أو ميكب يومي إيه يومي دي مفيش أصلا ميكب تقدر يتحطيه يومي لإنه هيدمر البشرة وهتدفعي بقى فلوس كتير أو عشان تقدر يتعالجيها يعني لو أنت مثلا بشطيك فيها مشاكل كتير وحبت دلي أوكي ممكن مثلا بيب كريم سيسي كريم بحيث إنه بس بيوحد كده معنا لودو البشرة ولا وإني مفضلش إن إحنا نستخدم حاجة بشكل يومي طالما هي لها علاقة بالميكب مهما كان نوع الفونديشن مهما كان نوع الحاجة اللي أنت استخدميه مش حاجة اسمها حاجة يومية إلزامية أنت تحطيها دي من ناحية الناحية الثانية إن الناس أصلا لو أخذت على شكلك بالميكب لو أخذت على شكلك بالكوحلة حتى في عينيكي لو في يوم شوفوكي من غيره وقالك أنت تعبنة كده لي أنت مالك في إيه؟ يبقوا خلاص وغدين على شكلك بالميكب طيب ما نأخذش حد على شكلنا بالميكب لأنه لما بيشوفونا من غيره بيبقى شكلنا تعبنين وبهتنين وزومبي قوي في نفسنا إيه بقى الحاجات اللي إحنا محتاجينها كسكين كيروتين يومي حاجة يومية نقدر إحنا نستخدمها كل يوم وهناخد منها نتيجة تحتها وبتشتغل على البشرة على المدى القريب وعلى المدى البعيد هتشوفي برضو تأثيرها هتعودش كل نفسك كل يوم ونتي كنتي بتعمل حاجات دي من سل صغير خسول ينظف البشرة كريم مرتب وساب لك دول 3 أساسيات مفيش غين عنها خسول لأنه البشرة بتتعرض لكمية من التلوث والبكتيريا لا تعلمون عنها شيئا فالبشرة بتبقى عايزة تنظف لأنه طول ما البشرة مش نظيفة هتطلع في حبوب بقى ويبقى شكلها بعدين وهتبقى مدى مرة طب غسلنا بشرتنا الرطب بقى لأنه لو ما رطبتش بشرتك بشكل يومي هتليه البشرة بتعجز بسرعة طبعا لإحنا عايزين نفتل شباب انت عارفين جورلز انت فهماني فالمرتب أكتر حاجة في الدنيا بتحافز فعلا على البشرة وبتخليك تتجنب بمشاكل كتير يعني ممكن أصلا البشرة من كتر الجفاف تشقق يطلع فيها أشور يطلع فيها حبوب يبقى شكلها كده مش نادر تحس ان انت مش عارفة تمشي من غير ميكب هو لازم يضع ميكب عشان شكله يبقى فيه حيوية كده ويباني ان انا مصحصحة فالمرتب بقى بيغنيكي قصة عن انت تضع ميكب طالما حافزتي عليه بيبقى البشرة كده ايه فلافي كده معاك والحاجة الثالثة والأخيرة وهي الصن بلوك لأن ده فعلا بقى بيعمل بلوك لأي حاجة ممكن تقز البشرة مش بس أشعة الشمس هي اللي ممكن تكون مؤزية البشرة بتطلع كلف وبتطلع نمش وبتطلع بقع في البشرة وبتخليها عجوزة وبيظهر تجعية بدري وبتعمل حاجات كتير كتير قوي لأ كمان عوامل التعرية عادي برضو بتأثر على البشرة التراب اللي بيدخل في المسام ده بيأثر جدا على البشرة فالسان بلوك بقى بيعمل بلوك للحاجات دي بيحمي البشرة من انه الحاجات دي تدخل لها فتدمرها فدول بجد التلات أساسيات اللاغنة عنهم مسؤول مرتب سان بلوك وسبكوا بقى من كل اللي ده اهم حاجة الرضا بيرات زي كده من اللي عندك تبقاش منبهرة طويل الوقت بالتسريحات والحاجة كل ده شغل لازم نعرض كذا حاجة ونجرب كذا حاجة وكذا إنما انت مش هتتفعي فلوس في حاجة فعلا غير لو كانت حاجة مفيدة فمتعدش تجيبي بقى كذا نوع من المراتب كذا نوع من سلو كذا نوع وبعين في نهاية متستخدمهمش ويبوزوا ويترموا طبع على ايه والأهم من ده كله كمان الثقة بالنفس زي كده تبقى واسكا من ميكب من غير ميكب فلتر ومن غير فلتر انت امر حاببت انت امر ولا ايه ما حاجة السكة بالنفس واسكا انت امور عاد الناس هتشوفك امور بس كلا واتبسطت معنا في الفيديو النهاردة اخدوه شير في كل جروبات البنات والستات عشان كلنا نستفاد من بعض واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي كان على خير سلام